السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد واليوم معنا جهاز جديد من شركة بلاك فيو قامت شركة بلاك فيو بطرح هاتف جديد من الفئة المتوسطة يقدم واصفات قوية للغاية هذا الهاتف جاء تحت اسم بلاك فيو شارك ثمانية حيث يأتي بفلسفة تصميم جديدة كليا مع احتوائه على معالج هيليو جي تسعة وتسعون الذي يقدم أداء منتاز للغاية وفي هذا الفيديو سوف نعرض لكم منتجين من هذه الشركة أولا هاتف بلاك فيو شارك ثمانية وثانيا بلاك فيو تاب ثمانية عشر لكن قبل أن نبدأ اشترك في القناة إذا لم تكن مشترك وفعل خاصية الجرس ليصلك إشعار كل فيديو نقوم بتنزيله أولا نبدأ مع الهاتف فتم تزويد الهاتف بلاك فيو شارك ثمانية الجديد بشاشة عالية الوضوح من نوع IPS LCD وتأتي بمقاس 6.7 إنش وتأتي بدقة 1080 في 2460 بيكسل كما تمتاز لدعمها بمعدل تحديث يصل إلى 120 هاتز ويمتلك هذا الهاتف من الأمام تقف في أعلى الشاشة مخصص الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 13 ميجا بيكسل وعلى الجانب الخلفي لهذا الهاتف يوجد كاميرا مزدوجة تأتي داخل شكل دائري بحيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل والكاميرا الثانوية تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل أما من ناحية الأمان فقد تم تزويده بمستشعر لبصمات الإصبع الذي يأتي مثبت على الجانب بالنسبة للمؤالج فإنه من نوع ميدياتاك هيليو جي 99 الذي يضم ثمانية أنوية مصنعة بذيقة 6 نارومتر مدعم بذاكرة وصول عشوائية رام بسعة 8 جيجا مع مساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا أو 256 جيجا كما أن الهاتف يدعم تركيب تاقة ذاكرة خارجية من نوع ميكرو آس دي تصل ساعتها القصوى إلى وان تيرا ويعمل الهاتف بواجهة مستخدم دوكي أو آس أربعة المبنية على نظام تشغيل أندروي 13 بينما يمتلك من الداخل بطارية ضخمة تأتي بسعة 5000 ميلي أمبير مع دعمها لتقنية الشحن السريع بقوة 33 واط ويتوفر الهاتف بلونين مختلفين هما الأسود والأبيض أما من ناحية السعر فالشركة عملت خصم بالنسبة 49% حيث يصل سعر الهاتف إلى 93 دولار والكمية محدودة وسيتم إطلاق الهاتف العروض التجويجية من الفترة من هذا الشهر من 11 إلى 17 نوفمبر من هذا الشهر فسارع الاقتناء هذا الهاتف والآن نأتي مع الجهاز الآخر وهو بلاك فيو تاب 18 تأتي الطابلات بوزن 632 جرام وتأتي الشاشة بدقة 12 إنش وهي من نوع IPS LCD بدقة 1200 في 2000 بيكسل فول HD بلاس بتردد 120 هرتز وتأتي بمعالج من ميديا تاك وهو هيليو جي 99 ثماني نواء بدقة 6 نانومتر مع رمات 12 جيجا من نوع LPDDR5X وذاكرة تخزين 256 جيجا وتدعم الطابلات كارت ميمواري بحجم 1 تيرا وتأتي الطابلات من نظام أندروي 13 وكاميرا الخلفية بدقة 16 ميجا بيكسل أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 8 ميجا بيكسل أما البطارية فتأتي بسئة 8800 ميلي أمبير مع شحن سريع بقدرة 18 واط ومكبرات صوت رباعية من نوع هارمان كاردون وأيضا يوجد عرض ترويجي لهذه الطابلات بحيث سيكون خصم بنسبة 50% من هذا الشهر خلال الفترة من 11 إلى 17 من هذا الشهر وسوف تجدون جميع الروابط أسفل هذا الفيديو وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو شكرا لكم على المشاهدة وأراكم في فيديو جديد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر